في الحقيقة يعني احنا وقتنا اقترب جدا على النفاذ وناخد شوية الأخبار السريعة دي يعني أولا عودة الأستاذ واقل غنيم المهندس التكنولوجي الحمد لله على سلامته في النهاية واقل غنيم عادة إلى جمهورية مصر العربية النهاردة وكتب على تويتر الحمد لله على رطف وكرم ووصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيب التواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي شكرا على رسالكم الجميلة ربنا يبركلكم والحبكم واحترامكم وتفاهمكم والغنيم شاب مصري شاركة في صورة 25 يناير ثم ارتد عنها ادي هو والغنيم مصور بنفسه الكارت بتاع الدخول وبيقول غرض مؤقت لحظوا بس عشان تبقى الحاجات واضحة قدامكم مواليد هو 23-12 سنة 80 مهندس ورقم الرحلة اللي هو جاي عليها ويحمل بصبور عادي عشان لو حد قالك ده الراجل ده جاي في مهمة خاصة ومعادة بصبور دبلوماسي وبتاع لا يا عم الراجل ده جاي مروح يقابل أهله وأسرته على الجانب الآخر الأستاذ مصطفى بكري لم يرحب الغنيم ومصطفى بكري لا يمثل عن مصطفى بكري نفسه يمثل عن أجهزة كمان بتعبر عن أو يعبر عنه مصطفى بكري مصطفى بكري النهاردة بيقولك في حق الوطن لعبيد أمريكا والغرب لا أهلا ولا سهلا بأمثال هؤلاء هؤلاء يجب أن يحاسبوا آه آه أنا آسف أول واحدة مصر لن تنسى لكل عميل ومتآمر دوره في تخريب الوطن والتحريض ضد جايشنا العظيم وشرطاتنا الباسلة هؤذاء الذين ارتهنوا أنفسهم لأجلس الاستخبارات في الخارج وأصبحوا مجرد أدوات لا ضد الوطن ومصر ذاته هؤلاء الذين هساول سبعة الوطن لن نرحب بهم على أرض وطننا مصر الشرفاء وليست العبيد أمريكا والغرب طبعا كلام كتير قوي 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 بصراحة مجرد تكراره يؤكد يعني على يعني لا بصراحة الكلام يعني وحش وحش قوي ليه يا جماعة وحش لأن بيت أستاذ مصطفى بكري من إزاز وطوب كتير جدا وأستاذ مصطفى أنت بالذات بالذات بلاش حكاية بتاعة المخابرات والأجهزة وبتاعة أنت يعني ما فيش وصاق حضرتك في العراق في ليبيا في السعودية يعني من كل كليلة أشربت على كل الموائد وأكلت في كل المقاهي ويعني ربنا يعين كرشك يا رجل والله العظيم ربنا يعين كرشك وقولونك إن شاء الله يكون شغال كويس يعني أيوة أنا من أنا شايف أنه مواطن مصري حقه يرجع بلده وحقه يستمتع بأهل ويقعد في بلده ويسافر تاني دي حاجة طبيعية جدا جدا وأتمنى أنه يستطيع أن يقل رأيه بحرية حتى لو شاف إنه وقال إنه الدولة دي عظيمة ونكحة يقول جما هو عايز يعني هو الموضوع رأيي الموضوع أرقاء طبعا أحمد ليس الاستغراب حقيقة في أو السؤال يتداع البعض لماذا عاد وائل غنيم إلى مصر هذا السؤال ليس لو محال من الأعراب إحنا كمصريين من حقنا ندخل ونقرر من بلدنا السؤال طبيعي جدا ليس هذا فرمان من أحد وليست منحة وهبة من أحد إنما هو السؤال حقيقة إن وائل بقى له فترة طويلة الراجل تريبا اعتذر أن أشياء كتيرها قالها وعملها وهو بقى له فترة كبيرة على فكرة كان برضو غير متزن نفسيا أو غيره إنما ها هو وائل عاد إلى مصر وربما يرجع تاني إلى أمريكا وأنا واثق إن وائل منزلش مصر غير ما عمل قنوات كثيرة من التواصل مع البعض وأمنوه إنزل تفضل وارجع تاني علشان برضو يعني نحط كده حتة يعني تزيين أو تجميل للنظام وهو واحد كمعارض ودخل مصر وحاجة زي كده إنما على كل أكيد وائل غنيم ليس هو الشخص المعارض القابض على وطنياته والقابض حتى اللحظة وبالتالي أعتقده لا يمثل من نظام أي نوع من أنواع التحدي معاه أو إنه هو حتى يفتل به إنما مصطفى بكر وغيره بيقوله فقط تنفيس عن بعض ما بداخله ترجمة نانسي قنقر